تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مناطق جديدة بمحافظة الجوف حيث حررت جبل جامع ومنطقة الحنزوب ومنطقة الفرش وعرق المضابيع وقالت مصادر عسكرية أن المواقع والمناطق المحررة هي مواقع ومناطق استراتيجية من حيث أنها ستؤمن الخط الرابط بين اليتمة ومأرب والجوف ولا تزال العملية العسكرية مستمرة وأكدت المصادر مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشي الحوثية الانقلابية بينهم قيادات ميدانية في غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في جبهة وادي أسطر بوادي خب شمال محافظة الجوف وأكدت أن من بين القتلى عدد من القيادات الحوثية بالإضافة إلى آخرين